بمبلغ تمويل يبلغ 12 مليون ريال عمني وقعت وزارة التراث والسياحة اتفاقيتين تمويل مشروع متحف التاريخ البحري بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية الهندية للسماد رأى حفلة توقية مع علي سالم بن محمد المحروق وزير التراث والسياحة إنشاء متحف بتصميم حديث بولاية صور يعد خطوة هامة في الحفاظ على التراث وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية وثقافية وسيسهم المتحف في دعم البحث العلمي والدراسات حول التاريخ البحري العماني المشروع انبثق من مسابقة صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم للتصميم المعماري في نسختها الثانية والتي فاز بها تصميم متحف للتاريخ البحري في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية وتوقيع اتفاقيتين التمويل هذه هي مرحلة البداية الموقف التنفيذي المشروع تم إسناد مناقصة الخادمات الاستشارية لشركة إبراهيم جيدة مهندسون ومعماريون والشركة حاليا في إطار جمع البيانات وأيضا تقديم التصورات الأولية للعرض المتحفي يقع المشروع على مساحة أرض 14154 متر مربع وأيضا مساحة البناء للمتحف 8500 متر مربع إنشاء المتحف جاء بتمويل من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بمبلغ عشرة ملايين ريال عماني فيما قدمت الشركة العمانية الهندية للسماد دعما بمبلغ مليوني ريال عماني والشركتان تابعتان لجهاز الاستثمار العماني المشروع حاليا في مرحلة التصميم الذي يستوحى من التصميم الفائز بجائزة صاحب السمو السيد بالعرب للتصميم المعماري بنسخته الثانية سيكون هذا المشروع منارة للمعرفة يكذب العديد من الباحثين والمهتمين في التاريخ البحري سواء كان بشكل فردي أو من خلال الشراكة مع المؤسسات التعليمية والبحثية وأيضا سيكذب العديد من الزوار على المستوى المحلي والمستوى العالمي بإذن الله يأتي هذا المشروع أيضا في مسلسلة تعاون بيننا وبين المؤسسة التنموية للغاز الطبيعي المسال في مشاريع كثيرة من ضمنها مبدرات أيضا المسؤولية الاجتماعية بأموفكو سبقتها أيضا مشاريع في تطوير في القانب السياحي من ضمنها مشروع تطوير سوق سور القديم وأيضا الآن في الطريق مشروع ميدان سور الفروسية يهدف إنشاء المتحفي للتعريف بالتاريخ البحري العماني من خلال مجموعة من المقتنيات ووسائل التفسير المتحفية التي تجسد خبرة العمانيين ومنجزاتهم في الملاحة البحرية وعلاقاتهم مع مختلف حضارات دول العالم على امتداد التاريخ مشروع متحف التاريخ البحري العماني الذي سيقام في ولاية سور يقسد إرثا عريقا يروي حكاية علاقة العمانيين الوثيقة بالبحر وسيكون منارة ثقافية وسياحية حيث يستعرض تاريخ الملاحة والتجارة البحرية العمانية العريقة ويبرز دورها المحوري في التواصل الحضاري بين الشعوب إبراهيم بن سالم الهادي محافظة مسقط